نروح لملف العلاوة خلينا نقول بأن الدكتور محمد معيت مساعد وزير المالية قال بأنه أعلن بأن العاملين في قطاع القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيصرفون العلاوة الخاصة بالنسبة لا تتجاوز 10% ده وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016 بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه من جانبه أيضا أعلن جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر اتفاق وزارة المالية مع اتحاد العمال على صرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وده ل3 مليون عامل غير المخاطبين بالقانون ده كان عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين وزارة المالية واتحاد عمال مصر لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة